بسم الله الرحمن الرحيم حثنا في أحاديث كثيرة وبيّن أهمية الأخلاق والأداب الشرعية والأداب الإسلامية الأداب أيها الحبة هو اجتماع خصال الخير في العبد وأن يسلك طريق الخير وخاصة وهو يتعامل مع الناس أو يتعامل مع الله سبحانه وتعالى عليه أن يتخلق ويتأدب بأجمل الأخلاق علّى الله عز وجل أن يرفعه درجات عالية في الجنة وكذلك يجعل الله له تثقيل الموازين في يوم لا ينفع فيه ولا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أحبتي في الله عز وجل لا زال الحديث عن الأدب مع الله سبحانه وتعالى ولا يخفى عليكم أيها الحبة أن هناك من الأداب ما هي منها واجب ومن الأداب كذلك منها مستحب والأداب مع الله سبحانه وتعالى هذه من الأداب الواجب التي ينبغي علينا أن نتأدم مع الله عز وجل قدر ما ستطاع أحبتي يروي عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الأيام كانوا جالسين الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم وأتى رجل دخل عليهم حتى أن هذا الرجل أتى وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ثم وضع يديه على فخذي فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام يقول عمر عجبنا له يسأله الصدقه يقول الرجل لا يعرف من أحد ولا يرى عليه أثر السفر وهو شديد يعني بياض الثياب شديد سواد للشعر ولا يعرف من أحد يعني العادة أهل المدينة يعرفون الذي يأتي له إما هذا العرابي يعرفون من أثر السفر أو أثر يعني رأي الأقنام أو غيره من هذه الأمور أو أن يعرفون الناس من أهل المدينة فيعرفون إيا أنه عرابي أو يأتي مسافر أو يكون من أهل المدينة فيكون معروف ولكن هذا الرجل يعني لا يرى عليه أثر السفر قيل معروف أنه رجل من مسافرين ولا يعرف واحد من أهل المدينة فلذلك يقول عجبنا له يسأله ويصدقه فيقول حتى لما جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله أن الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت لي سبيلا فقال صدقت يا محمد فأخبرني عن الإيمان يقول عمر عجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان أن تؤمن بالله وملايكته وكتوبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره على صدقت فأخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك هذا هو المقصد أيها الحبة يعني مراقبة الله سبحانه وتعالى وهذا من الأداب التي ينبغي علينا أن نراقب الله سبحانه وتعالى مراقبة الله يعني هذا أمر مهم جدا وهذا يجعل الإنسان دائما قريب من الله سبحانه وتعالى مراغبة الله سبحانه وتعالى تجعل الإنسان يبتعد عن الذنوب يبتعد عن معاصف قدر ما سطاء الإنسان إذا أراد أن يحكم بين الناس يحكم بما يرضى الله سبحانه وتعالى يخاف من الله سبحانه وتعالى حتى لا يكبه الله سبحانه وتعالى في النار الإنسان إذا منسك المنصب وأراد يعني أن يفترض أن يخدم الناس ولكن أخذت العزة بالأثم و أخذت يتكبر عن الناس ولكن لو كانت وجدت مراغبة الله سبحانه وتعالى لو وجدت أكثر الناس سعيا في خدمة الناس وتغدير الناس واحترام الناس وقيام بحق القيام بالعمل واتخان العمل لماذا؟ لأنه يراغب الله سبحانه وتعالى ولذلك كثير من الناس الذين يعني يكتبهم الله عز وجل للنجاح ويكتبهم الله عز وجل للتوفير هؤلاء الناس يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ثم بعد ذلك مراغبة الله سبحانه وتعالى قد وفقهم وعنهم الله سبحانه وتعالى على إنجاز ويتقان هذا العمل حياكم الله يا أخوة المشاهدين وسأل الله سبحانه وتعالى أن نجم مننا وياكم بمكارم الأخلاق أحبتي ينبغي علينا أن نستشعر إيش يعني مكارم الأخلاق وإيش الأداب الإسلامي لمن نلتزم بها أحبتي ينبغي أن نعلم أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة من تقوى الله وحسن خلوه فكل ما كان الإنسان يتأدب ويتخلف بأخلاق الكريمة كان لله عز وجل الأقرب وكان ينال محبة الله سبحانه وتعالى وينال محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون بذلك قد ثقل بهذه الموازين أحبتي لا زال الحديث عن الأدب مع الله سبحانه وتعالى وخاصة أدب المراقبة أن الإنسان قدر ما ستطاع أن يراقب الله سبحانه وتعالى في أفعاله وفي سكناته وفي كذلك كلماته وفي حتى نياته أن يراقب الله سبحانه وتعالى بحيث لا يخطو خطوة إلا وهو يعلم ويستشعر مراغبة الله سبحانه وتعالى ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سبع يظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم رجل دعته امرأة ذاته منصب وجمال فقال إني أخاف الله يعني راغب الله سبحانه وتعالى هذا الأمر يعني يرزقه الله سبحانه وتعالى بسبب تنائه عن الحرام وبعده عن الحرام يرزقه الله سبحانه وتعالى إن الله عزوه يكافئه في يوم لا ينفع فيه لا مال ولا بنون في يوم يعني تدمي الشمس من الخلايا بقدر ميل ويكون الناس قد يعني يلجمها العرق الجامع ثم يأتي وهو يكون تحت عرش الرحمن جل وعلا ويظله الله سبحانه وتعالى في ظل يوم لا ظل إلا ظل فيكرمه الله سبحانه وتعالى بسبب ماذا؟ بسبب مراقبته لله سبحانه وتعالى ولذلك يا أخواني ينبقي علينا لمن كان لديه منصب يعني قيادي أو كان ذو جاه أو كان يعني تحته يعني مسؤول عنه ناس ينبقي عليها أول شيء أن يتق الله سبحانه وتعالى في عمله ويتق الله سبحانه وتعالى الناس اللي تحته وأن يتق الله سبحانه وتعالى ويراقب الله سبحانه وتعالى في قضية العدل بين الناس وأن ينصف الناس وأن يعني يجزي المحسن ويعين الناس ويكرم الناس ويكون متخلق بإخلاقها طيبة مو معناته أنك أنت صاحب منصب أنك تتكبر عن الناس أو أنك والله لازم تسرق طريق معين أو بريستيج معين وعشان تبين أنك أنت مدير ولا أن تبين أنك مسؤول ولا أنك تبين أنك أنت كأنك يعني وصلت مرحلة قيادية عليا وهذا الأمر يجعلك أنك تتكبر وتتفاخر وغيرها من أمور الكبر نساء الله العافية والسلامة ينبقي أيها الحبة قدر المستطى أنه لما نعلم أن الله عز وجل مطلع علينا وأن الله عز وجل سوف يجازينا وأن الله سبحانه وتعالى سوف يكرمنا وأن الله سبحانه وتعالى لو خلينا بهذه المسؤولية لا يكبنا الله سبحانه وتعالى في النار وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم رائعا وكلكم مسؤولا عن رأيته فلذلك أيها الحبة ينبقي علينا قدر المستطى أن نراقب الله سبحانه وتعالى في كل شيء حتى ننال محبة الله سبحانه وتعالى حتى ننال محبة النبي صلى الله عليه وسلم والله اليوم الموفق حقيقة هو الذي يتأدب ويتخلق بإخلاق الإسلام هو الذي يكون ممدوح لدى الناس هو الذي يكون يعني ذكرى طيب بين الناس هو الذي يكون يعني أينما ذهب وأينما أوتي بطاريه أو بسيرته إلا والناس تذكره بالخير وتدعو له بظهر الغيب وأن الناس يعني يفرحون بلقياه وبشوفته هذا والله نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى وهذا من أرزاق الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان الذي يوفق يعني بعد توفيق الله سبحانه وتعالى بأن الناس تذكره بالخير وتذكره بالرحمة وتذكره بالثناء الجميل والله هذا من أجمل أرزاق الله سبحانه وتعالى على هذا العب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر